يقول أنا دائما في مشاكل مع زوجتي وهي لا تصلي ولا تقدم طاعة لله ووالدتي تطلب مني أن أطلقها ولي ولد وبنت منها فهل أطيع أمي في تطليقها أو لا أطيعها أطيع أمك خاصة في هذه المسألة أطيع أمك في تطليق امرأتك إذا كانت عاصية لله متمردة على أوامره كما ذكرت في السؤال فإن طاعة الأم هنا واجبة لأنها طاعة في معروف فمرأة لا تصلي ولا تركعها كما ذكرت وأنت قلت لا تقدم طاعة لله وأمك تأمرك أن تفارقها فأقول أطيع أمك أطيع أمك لكن لو قال رجل إن أمي تأمرني بفراق امرأتي وامرأتي صالحة عابدة طيبة لكن أمي لا تحبها فنقول لا لا تطلقها ولا تطيع أمك في هذه المسألة لماذا لأن الطاعة في المعروف الطاعة في المعروف وليس الطلاق بالمعروف وليس الطلاق شيئا به معروف إن كانت امرأة صالحة عابدة لله ففي سؤالك أخي الكريم أطيع أمك بارك الله فيه ترجمة نانسي قنقر